تدخل الحرب على العاصمة ترابلس شهره الثاني وتستمر قوات الوفاق في صد هجوم قوة حفتر بل ذهبت بعد تثبيتها إلى مرحلة الهجوم وإرجاع هذه القوات من جبهات على تخوم العاصمة إلى أبعد من ذلك عقب سيطرة قوات الوفاق الكاملة على العزيزية وإرغامها على التراجع إلى مبعد الهيرة ما أدى إلى تضييق الخناق على القوات المهاجمة بعد قطع الإمدادات التي كانت تصلها من غريان محور اليرموك وتريق المطار هما الأكثر عنفا بين باقي المحاور حيث حافظت قوات الوفاق على تمركزها في هذه المنطقة وصدها لمحاولات من قوات حفتر المتكررة للسيطرة على معسكر اليرموك آخرها قبل يومين كما تمكنت قوات الوفاق الخميس من السيطرة على مواقع استراتيجية في مطار ترابلس العالمي لتمنع القوات المهاجمة من السيطرة عليها كنقاط رمزية تؤكد لدعمها قربها من قلب المدينة ثلاثون يوما من الاشتباكات بكافة أنواع الأسلحة استخدم فيها الطيران استطلاعا وهجوما وأدت إلى سقوط مئة الضحايا وألاف الجرح والنازحين حيث قالت منظمة الصحة العالمية في آخر تقاريرها أن عدد القتل حتى الآن بلغ ثلاثمائة واثنين وتسعين والجرح حوالي ألفين أما النازحون فقد تعدت أعدادهم الخمسون ألف مواطن يعيشون ظروفا صعبة في ظل بعدهم عن ممتلكاتهم وإبعادهم عن مسار حياتهم المعتاد كما شهدت أيام الحرب الثلاثون ردود أفعال بالجملة داخليا وخارجيا حيث خرج ألاف المواطنين في ميادين ترابلس ومدن ليبية أخرى رفضا للاعتداء على العاصمة بل وخرج ألاف الليبيين من الجاليات المقيمة في الخارج لإيصال صوتهم الرافذ للمجتمع الدولي وفي آخر المواقف الرافذة للحرب طلب عدد من أعضاء مجلس النواب في اجتماع بترابلس بوقف العدوان فورا على العاصمة ورجوع القوات التي وصفوها بالمنقلبة على الشرعية من حيث أتت أما خارجيا فقد أعربت العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية عن قلقها تجاه التصعيد العسكري الدائري في البلاد ومواصلة دعمها لحكومة الوفاق الوطني التي أعلنت بدورها رفض أي وساطات خارجية تدعو لعودة مسار التسوية السياسية إلا بعد انسحاب القوات المهاجمة من ترابلس ثلاثون يوما تكبد فيها الليبيون خسائر كبيرة سياسيا وإنسانيا واجتماعيا وماديا نتيجة أعلان خليفة حفتر في الرابع من أبريل المنصرم حربه على العاصمة بدواعي تبدلت مع تبدل مجرية المعركة التي بدأها بدور الفاتح والداعي لمحاربة الفساد ثم أصبحت حربا ضد الأرهاب بعد أن صعب عليه دخول ترابلس ولم يكن بالسهولة التي صورها له دعمه فأي مستجدات تحملها الحرب الدائرة بعد شهرها الأول في وقت ينتظر فيه الليبيون دخول شهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر